السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللي كيسمعونا يقولوا امين يا رحمن يا رحيم باذن الله بغيتك بدي لي واحد الدعوان وواحد الولد يحضر الله ليلى هيل الله اشو بقى عليها للا فاطمة رهما كرفصني وما عندبني الله رحملك الوليدين ليلى هيل الله الله رحملك الوليدين دعيلي معاه يا ربي يا ربي وكل اللي سمعنا وكل معاهد الشابة دير واحد الدعوان كل هاد الشابة بهضهم الله يا ربي يا كريم ويسخر لي فوح البنيات عندي يا ربي يا ربي وبغيتك تعطيني الراقم ديالك رح عندي ورحملي ولكن نعيات نصوني عليك وما كيجاوبونيش شوف بغيته هي نقول لك يا للا نحكي لك وخلالها فاطمة نحكي لك على البيع الشرق ونحكي لك تانيا على هاد الولد يا رحمن يا رحيم ويعني ومهمومة الله يفرج عليك يا ربي وحتى أنا نحكي حكاية كي ذاك اللي شكا على على ذاك اللي خلا نمران تاعه ومشا يجيب الشراب وقدلوا ذاك القاسية راني سمعتك لان انا نصاحبك البرنامج رمض دائما معكم في هذا البرنامج حفدك الله لله وراني دائما كان صوني راني صوني تجي مع وقطع لي الخط اه كنو الخيط تعبيئة ودائما راني معكم الله يحفدك للا فاطمة الله يفرج عليك للا فاطمة نشكرك بنتي على التواصل يا رب ورجعوا بني الله وخل الفاطمة شكرا لك للا انا بغيتك انا بغيت هنا نحكي لك مرحبا الف مرحبا الله يعلي مقامك للا فاطمة بغيتك نعرف حتى انتا من عندك توريني لزاف الحواج اللي ما نعرفه مش توريه منيك باذن الله بهاد معالي هاد الولية وما عادك البيعو الشراء وبيغيت بزاف الحواج نحكي لملك الله يعرحنا للوالدين كيت خرجي عندك هاد النمر وخه وخه للا فاطمة هاه مر كان صوني كان صوني كان صوني ومكتب شايا اللهعحم لك سمحلني للفاطمة وخه بايدنا صوني الأولا صوني كرباء ان شاء الله مع الصباح وخه ان شاء الله تعالى بإذن الله اللهعحم لك الوالدين ندير لي وحد الدعا ونطلب كل هجم السمعين وخه لفاطمة انا خطيط الرقم ديالك أنا أتصل بك إلى فاطمة وخال الله على الرسول عندي بإذن الله معذرة لأن المكالمات كتجي كثيرا تقريبا ما يزيد عن مئة مكالمة في الساعة حتى أن الهاتف لا يستطيع أن يتحمل ومرة كنتجي تقريبا ثلاث أرقام كتجيب على هذا وهذا وغالبا ما كيبقى ليوم وقتين تكلم في الهاتف لأن يوميا كتلقى مع العشرات إذا لا أبلغ إذا قلت المئة عن أحباب يوميا هذا اللحظة في الستوديو يعني بعد الإدعاء عمر بالناس وكتبقى حتى الجنش تتسبح وفي السابعة صباحا تبدأ رحلة أخرى وتسير الحياة معذرة لكل أحبابنا للا فاطمة الكلام اللي قلت دي الوليد ديالك هذا مشكل دي العدد كبير دي الأباء والأمهات مشكلة دي الأولاد الله سبحانه وتعالى قال لنا قد يكون هاد الولاد عدود لكم كلك يولد الخصم دياله من بطنه المفروض أن الأولاد يكونوا مربيين على الطاعة وعلى الإيمان وأنه يخضع لوالديه هكذا ربي عز وجل علمنا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا دائما معاملتك مع الوالد والإحسان لا تحد فيهم النظر لا ترفع صوتك عليهم لا تكلفهم لا يطيقون احتقى الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهم أفهم ولا تنهرهما أيك تقول أف أو تنهرهم يكبروا في السم أو هما يكبروا في الموقف ديالهم عندك ترفع صوتك عليهم بل قال لك اخفض لهما جناح الذل من الرحمة المفروض الولد والبنت يشعر بنموبة بالذل ذليل يشعر بأنه ذليل بين أمه وبين أبيه لكن الواقع ديالنا كالقوح وحد العداد ديال الأسر كيعانيوا الأمرين أعطاهم الله تعالى شي ولدات خصوصا من اللي كي بالغسل مراهقة كي يجي المراهقة مبكرا 12 عام 14 عام صار مراهق أول ما كيفكر فيه كي يمشي عن الحلق كي يجي لواحد الحسنة حسنة غريبة لست أدري من أين أتوا بهذه الحلقة وهذه الحلقة هي تبعا لمدارس غربية أجنبية كتسمى لهيبز وليبيتنيك هذو كلهم فلسفات في أوروبا مجموعة هذه الفلسفات أوروبية ظهرت الغاية منه هو التمرد على الواقع والتمرد على القيم والتقاليد ولهذا كي يحسنوا شعرهم بالطريقة المعينة ككناية على أنهم ينتمون إلى جيل التمرد الشوق في أوروبا هم من خاصة من بعضيتهم بين الكنيسة وبين الدولة وبين النظام وبين طبقة الأورستقراطية والطبقة العاملة وبين وحد الظلم احتوى عاشوه وتفريق يا الله تسوت لهم الأمور احتجت التورة الفرنسية وتقدت الأمور وإحنا معنا إحنا في البلاد العربية والإسلامية المفروض عدنا الحمد لله الأمان والاستقرار وعدنا التقاليد الجميلة والعادات الرائعة وعدنا القيم الأخلاقية المباركة المفروض أننا إلا بدنا ناخده من الغرب شيحة جمعية ناخدها في الأمور النفعة ناخده تكنولوجيا ناخده تقنيات في البحث العلمي ناخده كيفية البناء والتشهيد النظام الإداري النظم الإدارية هكذا لكن يلقوا بعد شبابنا هي أخذوا الأوساخ ما تلفظ به الحضارة الغربية أو المدنية الغربية كي بدل الشعر دياله كي يلبسروا المقطع ومن البعض كي دير بورتابل وكي يقلب ما كي تقلب بورتابل دياله كي تلقى كل الوغة في أسماء فتيات 95% أسماء فتيات يعاكسه النوم وثم كي بغي إيش فقطاقة دياله فكي تلقى أول هم كي تعاني من الأمهات والأباء هو الولد كي يقول الأم دياله أريد مالا أريد المزيد من المال هل من مزيد كل نهار يصبح يقول لا أعطيني ثم كي تبلع إذا تبلع بالمخدير ولا تبلع بشي شي مادة اللي هي مكلفة اللي يلقها أمامه كي بيعها ومن اللي كي بيع كل شي كي بقي تسلف وإلى ما أعطاوش كي تشاجر شحال ديالأمهات وشحال ديالأباء كي يعاني والأمرين معدبين مع الأولاد ديالهم شكون السبب شكون اللي كي تحمل المسؤولية أنه بلغ شبابنا لهاد المستوى وكين شباب آخر ما كي يمشي لهاد مدن ديال المخدير والحسانة والسر والمقطع كي يمشي طريق آخر كي يقدر يدير اللحية ويلبس القميص وكي يدخل في الفكر دياله الفارضة الغائبة أشنا هي الجهاد في سبيل الله وكي يبدأ يصدر أحكام التكفير على الآخرين وكي يعود عنده في رسول رؤية ظلامية هذا أيضا انحرف أخطر وكين فيها أخرى من الشباب ما در لهذا ولا ما تشد الديني ما انحرف أخلاقي هذا أش دار؟ هذا دار ساكفه كتافي ومشى بحق الرجال فين مشى؟ كي يحرق يقدر يوصل يقدر ما يوصلش يموت في أعماق البحار وتلتهمه الحيتان وما أكثرهم شباب هاجروا إلى خارج أرض الوطن ما الذي دفع بأبنائنا أن يصلوا إلى هذا المستوى من العيش؟ لعلنا كلنا مسؤولين المسؤولية رقم واحد هي في الأسرة الأباء والأمهات الإهمال أو الغياب المستمر أو عدم النصيحة والإرشاد المسؤول رقم اثنين المدرسة المدرسة ما كتقرش أو كتعلم تعليم دون تربية أو افتقدنا للأستاذ والمعلم القدوة ما بغينا إحنا الأستاذ المعجزة المعجزة مع الأنبياء والمرسل إحنا بغينا الأستاذ القدوة أستاذ لك يا رب القيم الأخلاقية والتربوية ثم المسؤولية ديال الشارع الشارع ما بقواش الناس فيما بينهم يتنصحون ما بقواش الناس يأمرون بالمعروفين عن المنكر القدوة في الشارع أيضا افتقدناها ثم المسؤولية الخطيرة والكبيرة يتحملها الإعلام الإعلام هو قد يكون عامل بناء للمجتمع وقد يكون معوى الهدم وتخريب للمجتمع كل هذه مسؤوليات على الجميع ما دعنا أن نفعل خاص كل واحد منا يستشعر بأن هذه الأبناء رأى ولاده من أنت مغني في الشارع القى واحد شاب منحارف رأى ولدي رأى ممكن يكون ولدي هكذا خاص لي ندخل أبا مغلوب أبا مغلوبة أبا غيب لا بد أن أتدخل جنين واحد الفرصان جلس معاه نوصيه النصحه خاص كل أم وأب يعطي شوية من وقته ووقته مش فقط للعمل نهار كامل هو أخدام وملكي جلدار نهار كامل هو في المتاع خاصه لا بد يعطيه واحد نصيب للأولاد والبنات للحوار للمناقشة تكون عندنا داخل الأسرة واحد المائدة مستديرة يشمع عليه الآباء والأمهات من أجل المناقشة وإحنا كنتكلمه دائما نقلبه على القدوة في المجتمع نريح مع أولادين قد نتفرس في الانترنت نجبدوا واحد الفيديو ولا واحد القصة ولا واحد الفيلم يتكلم على القدوة باش نعرفه والقدوة أحسن القدوة يقص الأنبياء كم دبي اللولة قصص الأنبياء والمرسلين هي اللولة هي لبازة هي الأساس إذا قدمناها لولادنا من بعد نخليه يقرأ أي حاجة يقرأ أي حاجة تلقى عنده الساس صحيح دائما عنده الفيلت خاصي عنده واحد واحد الجهاز ديال التنقيح والغربلة داخليا مراقبة داتية خاصنا كلنا كل واحد فينا يقوم بهذا الدور ثم المدرسة المدرسة لا ينبغي للأستاذ أنه غري قرر مادة وينصرف وأنه بينه بين طالب أو تلميذ الورقة دي الامتحان ليس دوال أستاذ اللي كنقلب عليه الأستاذ القدوة الأستاذ الفاضل الأستاذ المربي الأستاذ اللي كي يعطي المعلومة مغلف بقيم تربوية وأخلاقية هو أول نموذج يحتدى به لا يدخن أمام التلاميذ لا يتلفظ بألفاظ نابية أمام التلاميذ أستاذ لا يتغيب عن عمله أستاذ لا تكلم عن الحقق النقابية عنده الحق يتكلم عن الحقق النقابية وضعف حقه ولكن لسه في الفصل الفصل يعطي للتلاميذ الوقت والجهد والفكر لأنهم يستحقون ذلك بعد أن تأتي تنتهي الساعة الدراسية له الحق بأن يرتحل أو ينتقل إلى أي نقابة أو أي جمعية أو يقف أمام البرلمان أو أي مؤسسة أخرى ويطالب بحقوقه المشروعة لكن ليس أنه ينقطع ويتغيب عن الدراسة ثم الإعلام دينا الإعلام مسؤول يدخل البيوت بغير استئدان ولا بد للإعلام أن يكون له واحدة الرقابة يكون موجه يكون يساهم في البناء والتعمير لا في الهدم والتخريب يكون الترفيه نعم الترفيه ساعة فساعة لكن لابد من البحث عن القدوة داخل وسائلنا الإعلامية ثم للا فاطمة قد تغيب هذه الأشياء عن الأباء والأمهات فإذا غابت لا ينبغي أن تغيب أشياء أخرى ما هي هي ابنت للا فاطمة أولادي دائما أحرص على أن أدعو لهم دعوة الخير ولدي ولا بنتي سيرا ولدي الله يردع لك من الصباح من الفيق يسمع مني كلمات في الصباح الباكر غير يفق لوليد وخاوة داخل دراسه كيف غير يفق في الأول عندك نبدأ بالتأني فقط عاو تاني فقط نبدأ علي عاو تاني بالكلام الجارح اللي في استفزاز خس أول ما أول ما نستقل في الصباح الباكر مع الوليدات كنبدأ بالابتسامة والكلمة الطيبة وخاوة وخاوة باهدرة كبيرة وكام دا معاه صفحة جديدة ودائما أمنيه بالخير إن شاء الله والدي غتنجاح وغتخدام وغتنفع المجتمع وغتنفع نامعاك وغتدير واحد المستقبل زاهر دي ما كتخاطبوه بواحد الكلام جميل كيبدأ يرسم في الدهن دياله داك الإنسان اللي هو وغتنفع يكون عندك تقول والله إذا طفرته والله عمرك ما غتطفره هدك تهزم وغتنفع المركب دياله وغتغرق معه دائما خاطبه بكلام ديال الخير وكلام أنه غينجح وغتنفلح وغتنفع ثم في كل مرحلة دعوات صالحات منك الزراع الزراعة من اللي يجي كذلك هكذا الكلمة الطيبة منك كانت ترعليه وكانت شحنه كانت شحنه بالكلمة الطيبة والدعوات الصالحات راه هو تلقائيا وأوتوماتيكيا كيبدأ يندمج الأب لابد أن يكون صديقا لابنه لابد أنه يجالسه ياخده معه المسجد ياخده معه الأصدقاء دياله يجلس معه في المقهى ويشاركه ومع صحابه في الكلام كون صديقا لابنك الأم كتكون صديقة البنات كتأخذ معها بنتا الحمام تأخذ بنتا معها العرس تأخذ بنتا معها لواحد النزام صديقة ديالها تشاركها في المطبخ صديقة حميمية كتتكلم معها الأب يكون صديق صديق الذكر تكون صداقة ومن اللي كن كنعيش هذه الحياة الطيبة دائما نزودها بالدعوات الصالحات في كل صالة أجل نصلهم معا اليوم هنتغيب عن الجامع هات الصالة هنتغيب عن الجامع هندي الجماعة في بيتي بيتي سأصيروه مسجدة هنصلي أنا والزوجة والأولاد وغنقول لولدي مرة مرة تقدم صلي بي صورت تربية هذي قول لولديك مرة مرة تقدم تقدم صلي بي سمعني من صوتك هو وخي كن غير منضبط غير بدي نضبط بزز منه غير نضبط كل مرة غتفاجأه مثلا اليوم غتصلا بينا الفجر عندك الوليد غد يبدأ يستقيم ومرة مرة كنجلس على كتاب الله شكل فينك يجلس مع الزوجة والأولاد على مؤذبة القرآن نحط المصحف الشريف ونقوم نحفظه ونقوم التفسير ونتعامل هالطريقة كتعطي وحد البركة للأولاد وخدر يمشي ووسط المجتمع ما ينحرفش يبقى محفوظ بحفظ الله ثم لنا فاطمة الدعوات في الفجر والدعوات في السجود ثم الصدقات دي ما ملينا نخرج على براء دي ما عيسرية في جيبي وانا غدا يفترق كالقى ناس اللي هما كيتلبون المتسوينين الله يغنينا جميعا من فضله دي ما ما نقول لي الله يسهل نقول لك ودعي معنا دعوات الخير اكا واحد دريهم جدريهم مات خمسة درام عشان درام عشان درام ودعي معي واحد دعوات دي الخير وانتا غدا يفترق اتلقت دعوات الخير وفي ظهر الغيب انت في خدمتك غيب على أولادك وربي عز وجل يحفظك ثم للا فاطمة وانا غادي في طريق اذكر الله اذا ذكرت الله عز وجل يكون هو كفيلي وانيسي في أولادي وفي أسرتي انا غيب عليهم وهما يوحدهم شكون انيسهم شكون رقيبهم شكون اللي غيتولهم بالعناية والرعاية المولى عز وجل احفظ الله يحفظك ملين كون انا خارج على براء نواجه حرام واش نديرو لما نديروش اعود بالله اذا درتو غزبان في العلامة ولا احفظت ربي عز وجل سيحفظني في نفسي وأولادي ومالي دائما تكون عندي هذا الشعور بمراقبة الله ومعية الله للا فاطمة سيد المستمعين الله جزيكم بخير وحد دعوة لأختنا للا فاطمة اللهم يا رب يا كريم يا ودود يا رحيم نسألك بنور وجهك العظيم أن تتولى هذا الولد للا فاطمة اللهم توله بالعناية والرعاية يا رب إنك أهديتها أجمل هدية هذا المولود وقد صار شابا اللهم خذ بيده اللهم انزع من قلبه حد الشيطان واملأ قلبه إيمان ويقين وتقوى اللهم ابليه بالصلاة والركوع والسجود والطهارة اللهم ارزق فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لقمان واجعله من الناجحين يا رب قل من قال أمين ارزق لأولاده مثل ذلك وزيادة قولوا جميعا أمين الله مطرح لي البركة في البنات واجعلهن صالحات خانتات مرضيات مهديات اللهم يارب يحفظهن بالسبع المثان والقرآن العظيم وأكر بهن عيون والدهم اللهم آمين كل من قال آمين يا رب ارزق ذلك وزيادة في بناته وأولاده قولوا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة